واقتصاديا أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن القضاء على السوق الموازية للعملة عمل على دعم الاقتصاد المصري وأضاف رامز خلال كلمته بالدورة 39 لمجلس محافظ البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية أضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر سأهمت في تحسين التصنيف الاقتماني من قبل المؤسسات الدولية مؤكدا أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 3% في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقارنة بـ 2.5% في الربع المقابل من العام المالي السابق له